عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 وخلال الاجتماع تم استعراض تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية أكد أن هناك اتجاه تصاعدياً في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشرية